أهلا بكم أبناء وبناتي طلبة الصف الثالث الإعدادي وحلقة جديدة من برنامج مدرسة على الهو طبعا إحنا بنلتقي إسبوعيا مع حلقة من حلقات مادة العلوم ومادة العلوم زي ما احنا كلنا عارفين من المواد الشيقة والممتعة دراسيا ويعني زي ما بنقول كده المادة اللي بتشرح لنا كل ما يحيط بينا اللي بتعرفنا كل الظاهر الكونية اللي بتشغل بالنا بتفسر لنا الكثير من الظاهر اللي احنا بنحب نعرفها طبعا إحنا في الحلقة السابقة كنا انتهينا من الوحدة الأولى اللي كنا بنتكلم فيها عن الحركة في اتجاه واحد تكلمنا في الحلقات السابقة عموما أو في الوحدة الأولى عموما في مجال الفيزياء لأن احنا عارفين أن مجالات العلوم متنوعة فيها فيزياء وكيميا وأحياء منهجنا في الصف الثالث الإعدادي في الفصل الدراسي الأول برضو متنوع درسنا في الوحدة الأولى الحركة في اتجاه واحد تكلمنا عن السرعة بأنواحها المختلفة خدنا السرعة المنتظمة السرعة الغير منتظمة خدنا السرعة المتوسطة خدنا السرعة النسبية خدنا العجلة خدنا المسافة خدنا الإزاحة يعني كلها كميات فيزيقية تعملنا معاها وعرفنا حتى في آخر الوحدة دي وفي الحلقة السابقة تحديدا إن الكميات الفيزيائية بقدر أسمها إلى كميات فيزيائية قياسية التي بيلزم لتحددها معرفة مقدرها فقط بوحدتها طبعا أو كميات فيزيائية متجهة ودي بيلزم لتحددها قيمتها ليبتشمل الرقم والوحدة زائد معرفة اتجاهها النهاردة بنواصل حلقاتنا في مادة العلوم مع الوحدة التانية الوحدة التانية هنتكلم فيها عن حاجة ممتعة وشيقة جدا هنتكلم عن الضوء هنتكلم عن المرايا هنتكلم عن العدسات اللي بتعتبر قطع بصرية لها استخدامات وتطبيقات حياتية متنوعة لكن لما نتكلم عن الضوء بحب اقول ان درس الضوء ده احنا بدأنا درسته من يمكن الصف الرابع الابتدائي كنا بنتكلم في الضوء وعرفنا ايه هو الضوء لان الضوء زي ما احنا عارفين هو احد صور الطاقة يعني ما بنتكلم عن الطاقة الطاقة لها اشكال متنوعة بنقول فيه طاقة ضوئية فيه طاقة كيميائية فيه طاقة حركة فيه طاقة وضع فيه طاقة مغناطسية فيه يعني طاقة شمسية فيه صور كتير من الطاقة ولكن الطاقة الدوئية تحديداً بنقول عليها إيه؟ هي الطاقة المرئية يعني هي دي اللي بتتشاف وبيطلق على الضوء أحياناً الطيف المرئي زي ما تعودنا في مدرسة على الهواء إن إحنا بننوع سلوب التدريس عشان نجذب أولادنا ويبقوا يعني معنا كده مركزين هنبدأ النهاردة ونشوف كده يعني فيديو بسيط هيوضح لنا الضوء وبعض خصائص الضوء قبل ما نبدأ ونتكلم على الظواهر اللي بتخص الضوء أو قوانين الضوء هنشوف الأول خالص إيه هو الضوء اللي احنا اتفقنا إنه هو الطيف المرئي أو الطاقة التي يمكن رؤيتها وإيه هي المصادر بتاعة الضوء نشوف مع بعض كده في الفيديو بتاعنا لو قدامنا كده هنتكلم على الضوء فنقول إيه هو الضوء؟ طبعاً الضوء ده هو الطيف المرئي يعني إحنا زينا بنقول أحد صور الطاقة الشمسية طب مصادره منين؟ الضوء ده بيجينا منين؟ ممكن ييجي من الشمس زي ما احنا شايفين ودي بتعتبر أحد المصادر الطبيعية ممكن ييجي من القمر والقمر ده برضو برغم إنه هو جسمه مظلم اللي إنه بيعكس ضوء الشمس الساقط عليه فيضيء ممكن في المصابيح اللي بتضيء السماء ليلاً من أهم الخصائص بتاعة الضوء إنه الضوء بيسير في خطوط مستقيمة ودي تجربة مهمة قوي لو إحنا جبنا ثلاث حوائل كلها فيها صقب وخلناهم قصاد بعض شايفين الضوء أهو بينفز ويسير في خط مستقيم بحيث يصل إلى العين فتبدأ العين تراه ودي من الخصائص المهمة قوي للضوء لأن إحنا بنقول إنه الضوء بيسير في خطوط مستقيمة دي صفة مهمة قوي من صفات الضوء الضوء بيسقط على الأجسام فينعكس منها إلى العين فتراه العين طبعاً من خصائص الضوء برضو إنه هو بيفيد في تكوين السور من خلال السقوب الضيقة ويمكن الفكرة دي كنا خدوها العلماء وعملوها في الكاميرا زي ما إحنا شايفين الشمعة هي لو بصيت من خلال الخزانة ذات السقوب بشوف الشمعة بتبقى مقلوبة فبيتكون هنا صورة مقلوبة طبعاً من خلال السقوب الضيقة إذا ممكن من خلال السقوب الضيقة الضوء ممكن إن إحنا نشوف الأجسام عندي فيه مواد بنقول عليها مواد شفافة اللي يمكن رؤية الجسم من خلالها بوضوح شفنا صورة الولد كده لما جبنا مادة شفافة نشوف مادة نصف شفافة زي ما إحنا شايفين بتبدأ الصورة بتبقى باينة بس غير واضحة فيه نوع ثالث اللي هي الأجسام المعتمة يبقى دي تفسير المواد من حيث نفاذ الضوء هنشوف مع بعض آخر نوع من المواد اللي هي المواد المعتمة والمواد المعتمة دي زي ما إحنا شايفين هنا بيكون الجسم غير مرئي لأنها لا تسمح بنفاذ الضوء دي يمكن فكرة عامة وسريعة فيه برضو تكوين الظل إزاي بتكون الظل بنشوف كلنا برضو إن الظل ده بتكون لما بيوجد جسم معتم أمام أشعة الشمس أو أمام مصدر الضوء فيبدأ عندي على طول الضوء يعني يحجب ويكون الظلام هو الموجود ودي تكوين الظل الفكرة هنا زي ما إحنا شوفنا مع بعض إن إحنا أدينا بعض المعلومات الشيقة والبسيطة عن الضوء يعني الضوء زي ما اتفقنا مع بعض هو أحد صور الطاقة وبيطلق عليه الطاقة المرئية وبيطلق على الضوء الطيف المرئي طبعا لينا خصائص تانية في الضوء كتير زي إيه يعني إحنا قلنا مثلا إنه فيه إنعكاس الضوء وديه ظاهرة يعني موجودة ويمكن علينا بقى السنة دي هنشرح بالتفصيل قوانين إنعكاس الضوء وهنشوفها مع بعض إن شاء الله بوسائل تعليمية مختلفة مع بعض ويمكن هنشوفها في حلقة النهار ده بإذن الله طيب لما بنيجي نتكلم على أحد خصائص الضوء الأخرى يعني إحنا قلنا الضوء بيصير في خطوط مستقيمة دي صفة الصفة التانية قلنا فيه إنعكاس للضوء وده بيحدث طبعا لما الضوء بيقابل سطح عاكس فينعكس طيب وهنشوف قوانين فيه برضو انكسار الضوء إنما الضوء أو الشاعر ضوء بينتقل من وسط إلى وسط آخر مختلف عنه في الكسافة الضوئية فبيحدث انكسار ودي كنا بناخدها برضو في الابتدائي لو إحنا جبنا كده كوب في مية وحطينا الألم رصاص بتاعنا أو أي مصطرة أو أي جسم وجينا نظرنا عليها بنلاحظ أن المصطرة دي كأنها بتبان مكسورة أو الألم رصاص ده بيبان مكسور وده قلنا نتيجة انكسار الضوء يعني إيه انكسار الضوء؟ تغير مصار الأشعة الضوئية إنت بتغير مصار الأشعة الضوئية لما الضوء بينتقل من وسط شفاف إلى وسط آخر شفاف مختلف عنه في الكسافة الضوئية فتبدأ تحدث ظاهرة الانكسار برضو من خصائص الضوء اللي أنا برجحها معاكم قبل ما نبدأ في تفسيرات بعض الخصائص المعينة اللي احنا هنشوفها مع بعض إن احنا بنقول إن الضوء الأبيض ده بيحتوي على سبع ألوان ويمكن بنطلق على هذه الألوان ألوان الطيف السبعة اللي احنا لو أسقطنا الضوء على منشور زجاجي فبيبدأ الضوء بينكسر داخل المنشور وأنا هوضحها لكم دلوقتي بالرسم كده وبعدين يبدأ يتكون عندي السبع ألوان هنشوف مع بعض إزاي إن الضوء الأبيض مكون من سبع ألوان هنشوف مع بعض لو احنا جبنا منشور سلاسي منشور زجاجي قد المنشور طبعا من المنشور ده بيبقى له تلات أوجه مستطيلة زي ما احنا بنشوف قد وجه مستطيل وادي وجه مستطيل تلات أوجه مستطيلة ويجبنا الشائعة الضوئي الأبيض وخلانا يسقط على هذا المنشور زي ما احنا شايفين كده طيب ايه اللي هيحصل هنا لما نسكت الضوء على هذا المنشور طبعا انا عايزكم تاخدوا بالكم ان هنا فيه هوا يعني الضوء هنا ساقط من وسط اللي هو الهواء طيب جوه المنشور المنشور ده زجاجي لسه انا اقيل دلوقتي حالا ان الضوء لما بينتقل من وسط الى وسط اخر مختلف عنه في الكثافة الضوئية فبيحدث ليه ما يسمى بالانكسار يعني ايه بقى عملية الانكسار زي ما احنا بنقول انه بيتغير مصار الشعاع الضوئي طيب لما بيتغير المصار بتاع الشعاع دوا هيبدأ اهو ينكسر فبنلاحظ ان الضوء بيبدأ يتحول الى مجموعة من الالوان اهي بنقول عليها بتبقى سبع الوان وبتخرج من الجانب الاخر من مين من المنشورة اهي السبع الوان دي اللي احنا بنطلق عليها الوان الطيف يبقى انا عندي هنا الظاهرة دي خدوا بالكم منها قوي لان احنا بنقول دي الاشعة كده اللي هي الخارجة اهي لكن جوه هنا بنقول عليها الاشعة المنكسرة يبقى الاشعة هنا انكسرت انكسرت طبعا نتيجة يعني معامل الانكسار لكل لون على حدة يعني انا عندي كل لون من الالوان بيبقى له معامل اسمه معامل الانكسار يعني ايه بقى معامل الانكسار هنا ادي الهواء تمام سقط على الزجاج فعنا انكسار كل لون له معامل انكسار فعشان كده الضوء لا بيدها تفكك او تحلل الى مجموعة الالوان وهنا بيخرج من الجانب الاخر من المنشور وعشان كده بنشوف السبع الوان اللي احنا بنطلق عليها الوان الطيف طبعا ممكن اجمع الوان الطيف دي تاني لو انا جيت حطيت منشور مقلوب بالعكس كده هيبدأ بقى الاشعة تاني يحصل لها عملية انكسار داخل المنشور التاني اللي محتوط وتبدأ تتجمع وتخرج في شكل ضوء ابيض تاني يبقى دي احد الظواهر المهمة قوي اللي احنا بنتكلم عنها ونقول ان دية او الصفة دي بنقول عليها ان الضوء الابيض يمكن تحليله الى سبع الوان الالوان دي بيطلق عليها الوان الطيف يبقى احنا دلوقتي نقول بسرعة كده الخاصائص بتاعة الضوء ان الضوء بيصير فيه خطوط مستقيمة وده بيؤدي الى تكون الصور خلال السقوب الضيقة زي ما شفنا وبيؤدي الى تكوين الظل تاني صفة بنقول انعكاس الضوء وتالت صفة بنقول انكسار الضوء او ان الضوء بيحصل له عملية انكسار ورابع صفة بنقول ان الضوء يمكن تحليله الى سبع الوان بيطلق عليها الوان الطيف طيب احنا بقى في المنهج بتاعنا هنبدأ نتعامل مع بعض القطع البصرية اللي هي بيأثر الضوء فيها والضوء بيسكت عليها عشان اتأكد من ظاهرة الانعكاس او ظاهرة الانكسار انا لما كنت بقول ان الضوء بينعكس قلت جملة عبيرة كده وسريعة وقلت ايه هو الضوء ده امتى ينعكس لما بيقابل سطح عكس يبقى الضوء لو ساقط على سطح عكس فالمفروض انه هو هيرتد او هينعكس في نفس التجاه طيب ايه هي السطوح العكسة زي المراي يبقى احنا هندرس المراي طيب وانا بشرح من خصائص الضوء قلت ظاهرة الانكسار يعني ايه الانكسار ان الضوء لما ينتقل من وسط شفاف الى وسط اخر شفاف مختلف عنه في الكسافة الضوئية فيعاني انكسار اذا انا لو جبت قطع بصرية شفافة من الزجاج او من البلاستيك اللي احنا بنطلق عليها العدسات فهنا الضوء هينفز من خلالها او هينكسر خلالها وينفز يبقى دي هتحقق لي ظاهرة الانكسار وهيبقى فيه عندي تطبيقات كتيرة جدا على الانعكاس والانكسار الانكسار هنشوفها في اخر الوحدة التانية اللي احنا هنتكلم فيها على المرايا والعدسات يبقى انا اول حاجة هادرسها النهاردة هي المرايا طيب انا اول ما بقول كده المرايا هي المرايا دي ايه فبنعرفها بنقول انها اجسام عاكسة للضوء يعني بيبقى لها سطح لامع املس وسطح اخر مسقول يعني زي اللي بيبقى مدون باسود او مسقول بحسن الضوء لا ينفز من خلالها يعني انا لو جبت قطعة زجاج والاتنين السطحين شفافين فالضوء ممكن يدخل من جانب ويخرج من الجانب الاخر هنا مش مرايا لكن لو انا طليت السطح من الاسطح دي فاذا هنا او ان انا خليت السطح الخلفي مسقول والسطح الامامي لامع يبقى الضوء هيجي يسقط على احد الاسطح اللامعة ويبدأ ينعكس او يبدأ يرتد طيب المرايا دي اول ما بنسمع كلمة مرايا طيب ما احنا عندنا في البيت مرايا يعني يبقى انا ما بتكلم عن مرايا هل باقصد بيها المرآة اللي موجودة في المنزل عشان اقصد بيها كده يبقى انا اقول الاول نعرف ايه هي انواع المرايا في عندي نوعين من المرايا هنتعامل معاهم بكل يعني التفاصيل اول نوع بنقول ان المرايا عندي نوعين يعني لو اكلمت كده وقلت المرايا فالمرايا عندي بتبقى نوعين في مرايا بنقول عليها مرايا مستوية وفي مرايا بنقول عليها مرايا كورية يبقى انا عندي المرايا كم نوع نوعين في مرآة مستوية ودي هندرسها حالا وناخد خصائص الصورة المتكونة فيها وفي مرآة كرية وهنقول ليه مرآة كرية برضو هنستخدم كده الكتابة بتاعتنا لانها بتعتبر او يعتبر السطح العاكس منها جزء من كرة عشان كده سمناها ايه سمناها كرية يعني لو انا عندي كرة ادي الكرة هي فممكن ان انا اخد جزء من الكرة دي انا هاخد كده جزء منين جزء من الكرة ممكن اخد الجزء ده وتاني ممكن اخد الجزء ده يعني ما تبقى عندي المرايا واخدى الشكل ده كده اطلق عليها مرايا ايه مرايا كرية طيب انا هخلي دلوقتي ده سطح مسكول والسطح الداخلي ده هو اللي احنا هنقول عليه طبعا السطح المسكول بنعمله بشورة كده يبقى انا ده السطح المسكول يعني السطح اللي هو بيبقى اسود وده كده السطح العاكس يعني السطح العاكس هنا جوه اهو ده السطح العكس طيب دي كده تديني نوع من المرايا الكورية طيب لو انا خليت السطح الداخلي هو السطح المسكول والخارجي ده هو السطح العكس يبقى ده برضو لما اخد الجزء ده كده بدل هو جزء من كرة فهسميها مرايا كورية ولما اخد الجزء ده بدل هو جزء من كرة هسميها مرايا ايه؟ مرايا كورية بس تفرق عندي ايه؟ ان هنا السطح العكس جزء من السطح الداخلي للكورية يعني لو أنا كملت المراية كده وهناخد ده بالتفصيل حالا يعني يبقى أنا عندي دي بنقول عليها مرآة مقعرة تمام؟ ولو خدت السطح العاكس وجزء من السطح الداخلي للكرة فبنقول عليها بالنسبة لنا كده يطلق عليها مرآة محدبة يبقى أنا عندي نوعين من المراية الكرية أو إحنا دلوقتي كده بالتفصيل معنا تلات أنواع من المراية أول نوع بنطلق عليه المرآة المستوية ودي هندرسها حالا وتاني نوع بنقول عليه المراية الكرية بس باجي في المراية الكرية دي وبنقول في المصطلح بتاعها المراية كرية ليه؟ لأن السطح العاكس منها جزء من كرة طيب لو كان السطح العاكس جزء من السطح الداخلي أسميها مرآة مقعرة ولو كان السطح العاكس جزء من السطح الخارجي يبقى في الحالة دي هنقول عليها مرآة محدبة يبقى أنا عندي دلوقتي أو في التعامل بتاعنا هنتعامل مع نوعين أساسيين من المراية نوع الأول المرآة المستوية وهقربها ليكم خالص المرآة اللي موجودة عندنا داخل المنزل في صالونات الحلاقة في المقاهي طبعا إحنا بنحطها عشان تدينا التساع أو تحسسنا بالراحة والاتساع طبعا في صالونات الحلاقة عشان الإنسان وهو بيحلق بيشوف يعني العملية نفسها أو بيشوف نفسه يعني الوضع أو الستايل اللي هو بيبقى عايزه إيه موجودة في المنازل عندنا عشان نقف نتهندم صباحا وإحنا خرجين رايحين لعملنا نبدأ نشوف شكلنا ونشوف يعني الستايل بتاعنا هنخرج به إزاي عشان نخرج يعني في شكل كده رائع ومحترم فبنقف قدام المرآة طيب المقف قدام المرآة دي بسميها إيه بقى؟ مرآة مستوية يبقى أنا أول نوع عندي بطلق عليه المرآة المستوية اللي هي زي ما قلنا أمثلتها موجودة في المنازل موجودة في المقاهي موجودة في صالونات الحلاق طيب إيه خصائص الصورة المتكونة خلال المرآة المستوية؟ أنا بقى في خصائص الصورة دي هنشوفها مع بعض كده بس أنا عايز أقول حاجة مهمة قوي العلوم ده مادة إيه؟ مادة تطبيق يعني أنا ما ينفعش أقول خصائص الصورة المتكونة داخل المرآة المستوية أن تكون مستوية للجسم لا أنا هقول لك حاجة جميلة قوي أنا هقول لك أقف قدام المرآة وتعالى نسأل بعض مجموعة من الأسئلة وين تواقف قدام المرآة أظن ده من الصعب يعني أنا هقف قدام المرآة وعايز كل طالب وطالبة من ولادنا كده يمارس يطبق على المعلومة العلمية بتاعته يعني أنا دلوقتي في المنزل هقف قدام المرآة بتاعتي اللي أنا بشوف فيها يعني شكلي وهندامي في الصباح وانا خيرك وابدأ أسأل مجموعة أسئلة هل الصورة المتكونة اللي أنت بتشوفها وقبل ما أسأل في الخصائص هي الصورة دي بتدان ليه هو احنا بنرى الأشياء ليه نتيجة الانعكاس بتاع الأشعة الضوئية يعني دايما أنا بقول أن الرؤية تحدث نتيجة انعكاس الأشعة الساقطة عليه يعني أنا لو دخلت في حجرة مظلمة ليلا أشوف إيه أشوف حاجة؟ مش أشوف حاجة طب جيت أشعلت مصباح كهرابي أشعلت شمعة أشعلت أي مصدر من مصادر الضوء ببدأ أشوف طب الرؤية دي جات منين؟ أن الضوء بتاع الشمعة أو بتاع مصدر الضوئي دوا سقط على الجسم وانعكس إلى العين فالعين ترى إذن إحنا هنا الرؤية بتيجي نتيجة انعكاس الضوء جملة في منتهى الأهمية وبتوضح لي حاجات كتير مش معقول واحد يقولي دا الأشعة بتخرج من عناية وبأشوف أو أنا همسك الكشف كده وصلته على عناية وأقول دا أنا بشوف حاجات لا 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 إحنا بمجرد ما بيتحصل إضاءة بمجرد ما الضوء بيسقط على الأجسام بيبدأ ينعكس إلى العين فتراه العين عشان كده بنقول إحنا بنرى نتيجة انعكاس الضوء من الأجسام بيسقط من المصدر الضوءي على الجسم وينعكس إلى العين فالعين ترى أنا بقى واقف قدام المراية هبدأ أعمل مجموعة من الأسئل وأنا واقف كده قدام المراية هنشوف مع بعضينا هنقول في مجموعة من الأسئل بس خلينا الأول نمارس إحنا بنفسنا أو نعمل التطبيق بنفسنا عشان نفهم أنا لو قفت قدام مراية ومتخير كلكو دلوقتي إن شاء الله كده وقفتوا أو حطين مراية قدامنا في البيت أو كنا عاديين في البيت اتحركنا شوية وقفنا قدام المراية سألك سؤال هل صورتك اللي داخل المراية صورة صغيرة يعني أنت كده بجسمك وبهيئتك لقيت الصورة المتكونة دي صغيرة ولا صورة كبيرة ولا صورة مساوية ليك بالزبط ده السؤال كده أنا سمعت إجابات ولا لسه لا في إجابات لما بقف قدام المراية المستوية فبتظهر صورة مساوية للجسم يبقى أول حاجة الجسم كبير بيبان كبير اللي تخين بيبان تخين الرفيع بيبان رفيع تمام يبقى الصورة هنا مساوية للجسم طيب في لفظ كده بنقوله هل الصورة دي حقيقية ولا صورة تقديرية مهمة أول الجملة دي هل الصورة المتكونة في المراية المستوية صورة حقيقية لا طبعا لأن الأشعة منعكست يبتنعكس عندي عند العين لكن امتداد الأشعة هو اللي بيبقى جوه أنا بشوف صورتي جوه المراية فاللي بيطلع جوه المراية ده بيبقى نتيجة طلاق امتدادات الأشعة المنعكس يعني الشوعة لو سقط على المراية بيرتد بيرجع طب يبقى ده اللي بيديني الصورة حقيقية اللي هو أنا لكن لما اعمل امتدادات للأشعة المنعكسة دي بتجبان جوه المراية فالصورة بتبقى تقديرية حتى احنا ما نفهمها الولد هو فيه شخص تاني جديد لا هو نفس الشخص بس أنا الصورة الحقيقية اللي جوه ده صورتي وجاية من طلاق الأشعة المنعكسة فبنقول عليها صورة تقديرية يبقى نجمع مع بعض كده الصفات أول حاجة صورة تقديرية جاية من طلاق الأشعة المنعكسة تاني حاجة أنها صورة مساوية للجسم طب فيه نقطة مهمة قوي وعايز كل طالب وطالبة تعملها لو قفت قدام المراية ورفعت إيدي اليمين دي إيدي اليمين لو أنا بصيت جوه المراية بلاقي الشخص اللي هي صورتي بيرفع نفس الإيد حتى لما بروح حطها على المراية كده بيبقى ناحية التانية الصورة جايبة إيدي على المراية أنا لو خدت بالي أن ده اليد اليمنى بتاعتي بتبقى بالنسبة للصورة إيه؟ الإيد اليسر لأن لو واحد وقف قصادي وفيش الوقت هيبقى يمينه هنا وشماله هنا لكن أنا يميني هنا واليسار بتاعي هنا يبقى معنا كده أن الصورة المتكونة دي بتكون معكوسة الوضع بالنسبة للجسم أنا كده يعني بتكلم شفعه وبتكلم معاكو على عملية تطبيقه يعني أنا مش بتكلم كده شفعه وخلاص لا أنا بطبق أنا دلوقتي متخيل أن احنا وقفين قدام مراية ومتخيل أن احنا بنشوف الكلام اللي أنا بقوله ده ماشي إزاي الصورة شكلها إيه؟ مساوية للجسم خلاص أوكي بقى دي أول صفة صورة تقدرية يعني من شخص آخر حقيقي جاي من طلاق امتدادات الأشياء على منعكسها يبقى صورة تقدرية دي تاني صفة معكوصة الوضع بالنسبة للجسم دي تلت صفة يعني مين الجسم؟ يسار الصورة ويسار الجسم يمين الصورة طب في حاجة كمان مهمة قوي لو أنا واقف قدام المراية كده وبيني وبيني المراية خطوة بلاحظ أن الصورة اللي جوة ما بينها وبين المراية خطوة واحد يقول لي مش فاهم يا مستر أقول له لا نفهم قوي تعال تقدم انت خطوة كده أو نص خطوة في اتجاه لإيه؟ المراية تلاقي الصورة بتيجي لقدام في اتجاه المراية تعال حطي ايدك على المراية بالزبط تلاقي الصورة بتحط إديه على المراية بالزبط يعني معناها إيه الجملة دي وهناخد عليها تطبيق مهمة قوي معناها أن بعد الجسم عن المراية بيساوي بعد الصورة عن المرآة وطبعا آخر صفة هنقولها أن ما بين الجسم الأصلي وما بين صورته اللي في المراية بيبقى فيه خط مستقيم أو على استقام يعني ما بقفش أنا قدام المراية كده ولكن صورتي متكونة في ركن من الأركان أو في جانب من الجوانب كلمنا كتير شافوي بس أنا كنت بحاول أن أنا أمارس تطبيق معاكو عايزكو كلكو تعملوه حتى لو ما لحقتوش تعملوه أقف قدام المراية وحاول أن أنت تجيب خصائص صورتك اللي جوه المراية من ناحية هل هي مصاوية للجسم ولا مختلفة هل هي حاجة مهمة هل هي معتدلة ولا مقلوبة طبعا دي ما فيهاش مجال لأن الصورة بتبقى معتدلة يعني الرأس الأعلى والقدم الأسفل فالصورة بتبقى صورة معتدلة مع كوسة الوضع بالنسبة للجسم وبعد الجسم عن المرئة بيساوي بعد الصورة على المرئة تعالوا كده بالداتا شو بتاعتنا نشوف إيه هي خصائص الصورة ونشوف بعض الرسومات التوضيحية اللي بتثبت لي بقى الكلام اللي أنا قلته واللي أنا بحاول أطبقوا معاكوا واللي أنا بحاول أستنتجوا أنا وإنتوا نحاول نشوفه من خلال الداتا شو الموجودة عندنا نقول إيه هي صورة الجسم المتكونة في المرئة المستوية اللي زي المرئة اللي موجودة في المنزل وزي للصالونات الحلائة وزي اللي فيه المقاه نشوف إيه الخصائص كده لو أنا بصيت كده طبعا أنا مش حاططهم بالترتيب ولكن بنشوف يعني لو أنا عندي برا الجسم أدي أدي المرئة طبعا هي موجودة يعني البرواز بتاعها أو الإطار بتاعها لحظوا كده أدي A B C الصورة A B C هنا لو بنلاحظ الصورة كده بنلاقي أنها معكوسة الوضع بالنسبة للجسم بنلاحظ الأول أنها مساوية يعني حجم الحروف هنا قد حجم الحروف هنا حجم الصغير شوية صغير شوية الأكبر أكبر الأكبر أكبر فمعنى كده أنها صورة مساوية للجسم طيب نشوف مع بعض كده برضو إيه خصائص الصورة المتكونة في المرئة المستوية هنقولها برضو واحدة واحدة كده إنها صورة معتدلة تمام زي ما اتفقنا أدي A B C معتدلة تمام مساوية للجسم زي ما كنا متفقين دلوقتي طب إيه كمان معكوسة الوضع اللي أنا قلت أن يمين الجسم بيبقى يسار الصورة ويسار الجسم بيبقى يمين الصورة تمام صورة تقدرية يعني لا يمكن استقبالها على حقيق قلتل إنها جاية من طلاق امتدادات الأشعة المنعكسة عشان كده بنطلق عليها إنها بتكون صورة تقدرية طيب نشوف مع بعض برضو نفس الصورة كده ونتكلم عليها النقطة المهمة اللي أنا قلتها لكم إن بعد الجسم عن المرئة بيسوي بعد صورته عن المرئة ويمكن بعد شوية صغيرة إن شاء الله هنحاول نمارس مع بعض تطبيق لإن الجزئية دي بيجينا فيها يعني مسائل وأسئلة كتير فهنحاول برضو نوضحها مع بعضين المستقيم الواصل بين الجسم وصورته يكون عمودي على سطح المرئة وعندنا تجربة حالا هنشوفها إزاي فعلا نعرف إن بعد الجسم عن المرئة بيسوي بعد الصورة عن المرئة وإزاي هنستنتج إن المستقيم الواصل ما بين الجسم وصورته بيكون عمودي على سطح المرئة معانا تجارب هنشوفها أو تجربة هنشوفها إزاي أدي لو أنا جيت دي افترضت إن دي المرئة بتاعتها هي ودي الجسم ألف اللي إحنا شايفينه تحته دي صورته اللي جوه مين اللي جوه المرئة ألف شرط يعني هدي صورة الجسم عشان أحدد الجسم ده فين بالضبط وأتأكد فبنجيب دبوسين وبنحطهم على استقامة الصورة من ناحية اليمين وبرضو دبوسين تاني بنحطهم على امتداد الصورة من ناحية اليسار زي ما إحنا شايفين كده ونبدأ نمدهم بإيه ببعض فبيحدد لي بعد ما برفع المراية بيحدد لي موقع الجسم اللي عندي فبعرف فينا إن الجسم ده بيكون فين بيكون على مسافة من الجسم نتابع بس مع بعض كده ونشوف الأول قبل ما نخش فيه ظاهرة الانعكاس هحاول بس أقول لكم حاجة توضحية كده مهمة إن أنا لما بقول إن بعد الجسم عن المراية بيساوي بعد الصورة عن المراية يمكن الجزء ده عدى معنا بسرعة شوية بس أنا حابب إن أنا أقول لكم لا تعالوا نشوف الجزء ده برسم توضيحي مننا يمكن جات في الصورة سريعة شوية أو في الداتا شو بتاعتنا بأسرع أنا عايز أطبقه لكم هناخد بالنا بس من التجربة اللي إحنا عملناها اللي إزاي بعرف الأبعاد اللي توجد عليها صورتي داخل المراية يعني أنا واقف دلقة قدام المراية الصورة بتتكون جواه المراية أنا بقولك كلمة مهمة قوي بقول إن بوعد الجسم عن المراية بيساوي بعد الصورة عن المراية طب تعرف منين يا مستر استهى إزاي تعرف إن الجسم والصورة بيكونوا على امتداد أو في بينهم خط مستقيم بيمتد ما بين الجسم وصورته وهذا الخط المستقيم بيكون عمودي على مين على السطح العكس تعالوا نطبق ده ونشوف إيه السؤال اللي بيجي عندنا لو أنا عندي المراية دي كده مراية لما أرسم كده بقول إن دي المرئة بتاعتي بالمناسبة هي ما بتبقاش مراية إلا لما بعمل سطح عكس وسطح مسكول يبقى أنا كده لما عملت كده السطح العكس تحته وده السطح المسكول أنا هاجه أحط جسم قدام المراية وليكن قدي الجسم هو اللي أنا حطيته قدام المراية وهتديله ألف تمام؟ الجسم ده المفروض صورته بتتكون جوه هنا يعني أنا لو دي المراية بتاعتي طبعا إحنا الأول خالص بنحط المراية على سطح الكراسة بتاعتنا كده أهو وبنبدأ نشوف حطي الدبوس هنا بلاقي صورة الدبوس دي جوه المراية جوه فين أنا مش عارف بعدها قد إيه أنا مش عارف فبعمل إيه بقى؟ فوانا حطت المراية بتاعتي كده بجيب دبوسين وحطهم هنا بحيث يكونوا على امتداد مين؟ الصورة المتكونة جوه المراية وبجيب دبوسين من الناحية التانية وحطهم برضو هنا كده واحد كده واحد كده بحيث أن هما الاتنين دول يكونوا على امتداد الصورة اللي جوه المراية المراية محتوطة فأنا بحط الدبوسين دول بحيث أنهم يكونوا لو أنا مدتهم كده عطولي يجيبوا لي الصورة اللي جوه المراية ومن هنا نفس الكلام لو مدتهم يجيبوا الصورة اللي جوه المراية بعد كده برفع المراية بتاعتي بشيلها بقى من على ورقة الكراسة بتاعتي وابدأ أوصل مين؟ أوصل الخط المستقيم ده كده ووصل الخط المستقيم ده كده طبعا بمستارتنا وألمنا رصاص بيلتقوا في نقطة النقطة دي بتبقى هي اللي هي ألف شرطة اللي هي صورة الجسم ده جوة المرآة يعني احنا كده عملنا بس الشكل أو التصور طبعا احنا بمستارتنا وألمنا رصاص هنحاول ان احنا نطبق الكلام ده بحيث بقى قدي صورة الجسم ألف صورة الجسم جوة ألف شرطة لو أنا جيت مديت ما بين ألف وألف شرط هلقى إيه خط مستقيم أهو يعني لو أنا عملت كده هلقى إن فيه خط مستقيم ما بين ألف وألف شرط الخط المستقيم ده بيبقى عمودي على سطح المرآة يبقى دي نقطة الصفة اللي احنا قلناها من الصفات بتاعة الصورة المتكونة داخل مرآة المستوي لو أنا قسط المسافة دي اللي هي ما بين الجسم لحد المراية هتسوي المسافة اللي ما بين الصورة لحد المراية طبعاً على الرسم بقى اللي أنا رسمته أديهو وأديهو فهتبدأ الصورة بتاعتي تبان فلو قصت المسافة دي كده اللي هي ما بين الصورة والمرقاة هتساوي المسافة ما بين الجسم والمرقاة يعني المسافة دي قد المسافة دي يبقى الرسم ده طبق لحالتين أو صفتين من صفات الصورة المتكونة إن بعد الجسم عن المرقاة بيساوي بعد الصورة عن المرقاة دي نقطة النقطة التانية ان المستقيم الواصل ما بين الجسم وما بين صورته بيكون عمودي على سطح الانعكس نشوف مع بعض بقى تطبيق او مثال تطبيقي على الخاصيتين اللي احنا قلناهم الاخر دول لان انا قلت دولهم بيستخدموا تطبيقيا وبنتسقل عليهم في الامتحان يعني يقول لي ايه في الامتحان يقول لي اذا كان شخص يقف امام مرآة مستوية وعلى بعد اتنين متر من المرآة فكم تبعد او كم يبعد جسمه عن صورته الكلام ده انا اقوله بس نحاول نشوفه مع بعض بالرسم اوضح ونشوف السؤال يعني بيقول لي ايه شخص شخص بيقف على بعد اتنين متر من مرآة مستوي فكم يكون بعده عن صورته المتكون بمعنى ايه انا عايز بقى اشوف يعني انا عندي مرآة ادي مرآة هي وفيه شخص واقف قدام المرآة دي يعني نعمل مع بعض اكتر من يعني سؤال بيقول لي ان الشخص ده واقف على بعد اتنين متر من المرآة يعني بعده هنا اتنين متر فاحنا اتفقنا اني بعد الجسم ده طبعا الشخص يعني الجسم الاصلي بعد الجسم عن المرآة ودي المرآة بيساوي بعد الصورة عن المرآة يعني الصورة بتاعته هتبان كمان على بعد مين اتنين متر يبقى هنا الصورة بتاعته هتتواجد يبقى انا دلوقتي عندي لو كان الجسم ده واقف على بعد اتنين متر اذا بتطبيق الصفة اللي احنا دلسناها او الخاصية اللي احنا دلسناها اللي بتقول ان بعد الجسم عن المرآة بيساوي بعد الصورة عن المرآة يعني المسافة دي قد المسافة دي فان اذا كان عندي هنا المسافة اتنين متر يبقى بالتالي الصورة هتكون على بعد اتنين متر من المرآة السؤال بيقول لي ايه فكام يكون بعده اللي هو الجسم عن مين عن صورته يبقى في الحالة دي هو بعد الجسم عن المرأة 2 وبعد الصورة عن المرأة 2 وبعد الجسم عن صورته كل المسافة دي اللي هي تطلع 400 أربعة متر يبقى ده سؤال بيجينا دايما في الامتحان يقول لي إذا وقف شخص على بعد منين من مرأة مستوية وكان البعد ده مثلا 1 متر 2 متر حسب ما بنتثيل فكم يكون أو كم تكون المسافة ما بين هذا الجسم وصورته داخل المرأة يبقى أنا بطبق القاعدة بتاعتي اللي بتقول بعد الجسم عن المرأة بيسوي بعد الصورة عن مين عن المرأة يقول لي طبعا أخد بالي ممكن يقول لي في الامتحان فكم يكون بعد الصورة عن مين عن المرأة بقى بعد الصورة عن المرأة بيسوي بعد الجسم عن المرأة بقى كانت الإجابة هتبقى 2 متر لكن عشان قال لي بعد الجسم عن الصورة فعندي هنا 2 متر وعندي هنا 2 متر يبقى 4 متر قال لي إيه إذا تحرك الجسم ده في اتجاه المرأة بمقدار 1 متر يعني أنا عندي الجسم ده بدأ يتحرك ويخش داخل المرأة يعني يتحرك ههو وصل للجزء ده كده بقى هنا بحيث أن المسافة بقت واحد متر بالتالي احنا فاهمين أن برضو الصورة هيبقى بعدها عن المرأة واحد متر يبقى الصورة هتتحرك لقدام كده ويبقى واحد مين متر إذا لو جيت أحسب المسافة ما بين بقى في الحالة التانية الجسم والصورة هتبقى واحد واحد هتساوي اتنين تمام؟ يبقى ناخد بالنا برضو أن هنا بطبق القعدة اللي هي بتقول إيه؟ أن بعد الجسم عن المرأة يساوي بعد الصورة عن المرأة بس أخد بالي في السؤال أن السؤال بيكون إيه بقى؟ وهو بيطلب هو بيقول لي هو الشخص ده واقف على بعد اتنين متر من المرأة هل هو بيطلب بعد الجسم عن الصورة ولا بعد الصورة عن المرأة؟ فأنا بقول لكم هنا نقرأ السؤال كويس جدا لأنه سؤال بسيط يعني أنا خلاص القعدة معروفة أن أنا لو واقف على بعد مرأة بمتر يبقى صورتي جوة المرأة بعدها عن المرأة متر يبقى لو سألني بعد الصورة عن المرأة هقول له متر تبقى لي بعد الجسم عن الصورة يبقى عندي متر برة ومتر جوة يبقى في الحالة دي هيبقى 2 متر تقدم الجسم بمقدار 0,5 متر يبقى أنا أصبحت المسافة الجديدة ما بيني وما بين المرأة 0,5 متر بالتالي الصورة بتتقدم برضو تصبح المسافة ما بينها وما بين المرأة 0,5 متر يبقى لو طلب مني برضو المسافة بين الجسم وصورته هتبقى 0,5 متر زائد 0,5 متر هتساوي 1 متر صحيحة مسألة بسيطة جدا ولكن أنا بعتبرها تطبيق مباشر على فهمي للخواص بتاعة الصورة المتكونة داخل المرأة المستوي يبقى يعني نجمل بسرعة جدا عشان نبدأ بقى نتكلم على انعكاس الضوء لأن ده من الظواهر اللي بتعملها المرأة المرأة زي ما اتفقنا أسطح عاكسة للضوء المرأة أسطح عاكسة للضوء وإحنا قلنا عشان الضوء ده ينعكس لابد من توافر حكتين إيه هي شروط انعكاس الضوء أنا من كلامي والله إيه هي شروط انعكاس الضوء أنا بجاوب في قلب السؤال اللي أنا بقول بمعنى إيه شروط انعكاس الضوء أن يكون فيه ضوء يعني فيه مصدر ضوء عشان نشوفها ينعكس ولا لا يبقى رقم واحد يكون فيه مصدر ضوء مش معقول يعني كده في ظلامه هدور على الضوء ينعكس وفين الضوء يبقى لازم يكون فيه مصدر ضوء تالتاني حاجة إيه عشان يعني عاكس لازم يكون فيه سطح عاكس لازم يكون فيه ايه؟ فيه سطح عاكس ايه هو السطح العاكس ده؟ زي ما احنا بناخد دلوقتي المرقاة المستوية اذا دي تعتبر سطح عاكس طيب انا جبت مصدر ضوئي تكون اشعة ليزر او اشعة الشمس وخدوا بالكو احنا كنا بنستخدم التطبيق ده زمان يعني كده فيه ناس بتعمل بعض انواع الشقاوة يعني بيمسكوا مرقاة مستوية ويعرضوها للشمس ويبدأ ايه؟ يحركها فبيبدأ الضوء المنعاكس ده يوجهه الى بعض اصحابه او اصدقائه يعني في نوع من انواع المدعبة دي ظاهرة دي ظاهرة اسمها انعكاس الضوء يعني احنا ممكن نعملها كده بخفة الدم وبلطف شديد جدا لكن ما نبقاش فاهمين ان دي اسمها ظاهرة انعكاس الضوء انه الضوء سقط من مصدر الضوءي اللي هو الشمس على المرقاة اللي هي السطح العاكس فانعكس او ارتد في نفس الاتجاه وده ظاهرة بنسميها ظاهرة انعكاس الضوء يبقى انا لو عايز احط تعريف لانعكاس الضوء اقول ايه؟ هي ارتداد الضوء نتيجة مقابلته لسطح عاكس هنحاول نشوف مع بعض ونشوف ايه هي قوانين الانعكاس بتاعة الضوء من خلال الرسمة اللي احنا هنشوفها دلوقتي يعني انا لو عندي مرقاة ادي المراية هيه؟ طبعا عشان اتفق ان دي مراية قلتلك لازم ما برسمش خط مستقيم وقول ده مراية لازم اعمل فيه سطح عاكس واعمل فيه سطح مسكول يعني سطح غير عكس طب الرسمة تبقى ازاي؟ اجي هنا كده واعمل الشرط بتاعتي دي تبين ان الناحية السفلة دي هي السطح الايه المسكول والسطح المراية اللي فوق هو السطح الايه العكس يبقى دي كده اصبحت بالنسبة لي اسمها مراية جهة عندي شعاع ضوءي ساقط على المرقاة من اي مصدر ضوءي جبت كشاف مثلا اهو وهسقط منه اشعة ضوئية فالشعاع بتاعي جهة ساقط اهو تمام اهو تقول لي يا مستر ده ايه فايدة السهم ده السهم ده بيبين اتجاه الشعاع انه جاي من المصدر الضوءي وساقط على مين؟ على المرقاة ايه الملاحظ ان هذا الشعاع بيرتد او بينعكس طيب بيرتد وينعكس يرجع كده تمام اهو طيب واحد تاني يقول لي يا مستر طب انا عايز اسأل سؤال كده ممكن يرجع كده يا مستر مهودان عكاس ممكن يرجع كده يا مستر مهودان عكاس مش كده ولا ايه طب مش معنى انت على الخط اللي هو باللون الاصمر ده وقلتنا ان هنا شعاع منعكس وطبعا شايفين الساهم راجع مرتد من سطح المراي هنا ده بنسميه ايه؟ شعاع ساقط يبقى انا في عندي شعاع ساقط وفي عندي شعاع منعكس طب بيجينا في الامتحان كتير قوي الثلاثة اشكال دول ويقول لي مين فيهم يمثل يعني ممكن نسمي ده دلوقتي الف ونسمي ده به ونسمي جيم ويسألني في الامتحان يقول لي مين الشكل في الثلاثة دول اللي بيمثل شعاع مين؟ شعاع منعكس اقول له استنى ده الانعكاس ده له قوانين ايه هي القوانين دي؟ اول قانون من قانون الانعكاس ان زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس ده اول قانون من قوانين انعكاس الضوء يبقى اول قانون بيقول ايه؟ زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس طيب كلام جميل هي فين زاوية السقوط؟ ما احنا ما شفناها زاوية السقوط قال لي لا استنى ده زاوية السقوط هي زاوية المحصورة ما بين الشعاع الساقط والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح العكس هقول التعريف تاني كده زاوية السقوط زاوية محصورة ما بين الشواعي الساقط والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح العكس بمعنى ايه؟ ادي الشواعي الساقط اوه قابل السطح العكس في نقطة باجي من النقطة دي واقيم ايه؟ واقيم عمود ادي العمود تمام؟ يبقى انا في الحالة دي فين زاوية السقوط هي الزاوية دي وهديها رقم واحد يبقى أنا عندي كده زاوية السقوط أقدر أفسرها لا أقدر طبعا أفسرها هي إيه نشوفها كده أهي ونكل هي دي كده زاوية الإيه زاوية السقوط هي الزاوية المحصورة ما بين الشعاع الساقط والعمود المقام ده بنطلق عليه عمود مقام عمود مقام منين بالزبط من نقطة السقوط أهو على السطح العكس يعني الشعاع الساقط بيقابل سطح المرايا في نقط بنسميها نقطة السقوط باجي من نقطة السقوط دي وقيم عمود يبقى ده العمود المقام من نقطة السقوط على السطح العكس إيه هي زاوية السقوط؟ هي زاوية المحصورة ما بين الشعاع الساقط والعمود المقام من نقطة السقوط وبالتالي اللي فيهم إيه هو الشعاع الساقط ممكن اللي فيهم زاوية السقوط اللي احنا رقمناها بواحد هنقوله زاوية سقوط ممكن يفهم يعني إيه زاوية مين؟ إنعكاسة تبقى الزاوية المحصورة ما بين الشعاع المنعكس والعمود المقام يعني دي الشعاع المنعكس وهو وأدي العمود المقام تبقى الزاوية دي كده هي دي اللي احنا بنطلق عليها زاوية الانعكاس يبقى الحمرة عندي دي الزاوية الحمرة تمثل زاوية السقوط دي تمثل زاوية مين الانعكاس طب القانون بيقول ايه بيقول ان زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس يعني لو زاوية السقوط دي 45 درجة يبقى زاوية الانعكاس 45 درجة وعشان كده انا لما رسمت بقى وهحاول اوضح الرسم يعني بشكل اكبر شوية اهو بحيث ان احنا يعني نشوف بالزبط الزاوية دي بتبقى ازاي بس قبل ما نشوف الرسم تاني بتوضيح اكبر عشان نختار يعني ان شعاع يمثل الشعاع المنعكس بقول تاني ان زاوية السقوط هي الزاوية المحصورة ما بين الشعاع الساقط وما بين العمود المقام اما زاوية التنعكاس فهي الزاوية المحصورة ما بين الشعاع المنعكس والعمود المقام الكلام سهل نقول تاني زاوية السقوط زاوية محصورة ما بين الشعاع الساقط والعمود المقام إنما زاوية الانعكاس هي الزاوية المحصولة ما بين الشوعة المنعكس يعني بدل سقوط قلت انعكاس بدل الشوعة صارقت قلت شوعة منعكس يعني إحنا وإحنا بنذاكر نحاول نكون كده إيه يعني فاهمين إحنا بنقول إيه لأن المعاني بسيطة والمعاني يا دوبك أنا بغير كلمات معينة بتديني معنى مختلف فنشوف مع بعض لو إحنا جينا حاولنا نرسم الرسمة ونكبرها شوية بوضوح كده أنا اتفقت معاكم على إن ده المراية هي بس من أجل التوضيح أكتر وجيت قمت رسم شعاع صاكت أهو اتفقنا إن ده شعاع صاكت قلت بعلمه زي في الامتحان السهم اتجاه الشعاع بتاعي هو الأسفل باجي أعمل شعاع مين؟ شعاع منعكس أهو أهو معايا كده طبعا باجي هنا من نقطة السقوط وبنقيم إيه وبنقيم العمود بتاعنا اللي هو بيجي من نقطة السقوط على السطح العكس أهو الشعاع بتاعي يبقى ده كده العمود المقام إذن ده زاوية ودي إيه زاوية طيب ده كده باتجاه السهم بتاعي ده سمناه إيه؟ سمناه شعاع صاكت إنما ده سمناه إيه؟ شعاع منعكس راجع مرتد لما قابل سطح المراية القانون يقول لي إن زاوية السقوط تسوي زاوية مين؟ الإنعكاس بيجي لي هنا بقى مسائل كتير قوي يعني يقول لي إذا كانت الزاوية المحصورة ما بين الشعاع السقط والعمود المقام هو هنا ما قال لي زاوية السقوط لك أنا أنا فهمته يبقى 45 درج يبقى معنى كده إن زاوية الإنعكاس هتسوي كام؟ هتسوي 45 درج حسب القانون ومن هنا أفهم بقى لو أنا كنت جيت وقمت رسم لكم شعاع ينعكس وقول لك الشعاع ده ها هل الشعاع ده يمثل إنعكاس لده؟ لا ليه؟ لأنه قد يزاوية سقوط 45 لو أنا جيت أشوف الزاوية دي كده هلاقيها أكبر من 45 إذن هذا الشعاع لا يمثل شعاع منعكس لمين؟ للشعاع الأحمر الساقط عندي يبقى أول قانون بنقول زاوية سقوطه سوي زاوية الإنعكاس الأسئلة بقى هنا زي ما إحنا عايزين ممكن ننوع فيه الأسئلة زي ما إحنا عايزين بس بناخد بالنا من السؤال بيقول إيه؟ فبيقول لي إذا كانت الزاوية المحصورة ما بين الشعاع الساقط والعمود 45 فكم تكون زاوية الإنعكاس؟ ما هو ما بين الساقط والعمود يبقى دي زاوية سقوط يبقى زاوية الإنعكاس هتسوي كام؟ زي زاوية سقوط تبقى 45 و40 طبعا مش ضحك يعني لكن يمارس معايا يعني بعض الأسئلة اللي يتطمن مني أن أنا فهم أو مش فهم يقول لي إذا كانت الزاوية المحصورة ما بين الشوعة الساقط وما بين السطح العاكس يبقى هو قصده الزاوية النين الزاوية دي تمام ويديني لها رقم هي دي تعنيني في شيء ما تعنينيش لأن زاوية الساقط عندي هي المحصورة ما بين الشوعة الساقط والعموك طب لما يديني دي وما يدينيش دي طب ما أنا من عرفة دي أجيب دي لأن كده ده عمودي يعني معنى كده أن دي زاوية قايمة 90 درجة إذا لو الدني دي 30 يبقى بالتالي دي 60 يبقى أنا كده استنتجت زاوية الساقط من خلال معرفة ليه الزاوية المحصورة ما بين الشوعة الساقط وما بين السطح العاكس وبالتالي هيبقى الزاوية دي 60 ليه لأن القانون بيقول أن زاوية الساقط تساوي زاوية مين تساوي زاوية لنعكس ساعات يقول لي هات الزاوية المحصورة وما بين الشوعة الساقط وما بين الشوعة المنعكس يبقى اللي هي مجموعة زاوية السقوط زائد مجموعة زاوية مين الانعكاس ركزوا تاني ساعات يقول لي إيه احسب الزاوية المحصورة ما بين الشوعة الساقط وما بين الشوعة المنعكس هو ما بين الشوعة الساقط والعمود كانت سقوط ما بين الشوعة المنعكس والعمود كانت زاوية انعكاس اللي اتنين بقى أنا بقول لك ما بين الشوعة الساقط إذا كانت ستين وستين يبقى مية وكام مية وعشرين. يبقى أنا هنا باخد بالي إن أنا ممكن أتسئل على القانون الأول من قوانين الانعكاس بأكتر من شكل. نص القانون الأول أو الحالة الأولى بتقول إيه؟ إن زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس. زاوية السقوط الزاوية المحصورة بين الشوع الساقط والعمود المقام. زاوية الانعكاس نركز قوي لإن أنا وأنا بدي مثال دلوقتي. بتقول لك ممكن يقول لك إذا كانت الزاوية المحصورة ما بين الشوع الساقط والسطح العكس للمراهية. يبقى مش سقوط لأن زاوية السقوط بتقول إيه؟ بين الشوع الساقط والعمود المقام من نقطة السقوط. يحددته فلو قال لي ما بين الشوع الساقط وما بين مين؟ السطح العكس يبقى دي الزاوية اللي تحت زاوية السقوط. أطرح القيمة دي من تسعين لأن أنا بقول زاوية الساقط ما بين الشوع الساقط وما بين العمود. تديني زاوية السقوط. هو يقول لي إحسب زوية الإنعكس تبقى قد زوية السكوت لو قال لي إحسب الزاوية اللي ما بين الشعاع الساقط والشعاع المين المنعكس يبقى أنا عايز مجموعة زاويتين اللي هي مجموعة زاوية السكوت زائد مجموعة زاوية الإنعكس يبقى القانون واضح وبسيط بس إحنا طبعاً לما بنيجي نمارس في أسآلة بنحاول أن إحنا نشوف هو إحنا فاهمين أو مش فاهمين لما بيديني الزاوية اللي تحت دي ولد بقى كده يقول لك إيه إذا كانت الزاوية المحصورة ما بين الشعاع الساقط وما بين السطح العاكس 30 يقول دي زاوية سقوط يبقى أنا كده بأنش عارف زاوية سقوط مفهوم زاوية السقوط ما بين الشعاع العاكس وما بين العمود المقام اللي احنا اتفقنا عليه العمود المقام من نقطة السقوط إذن لو اداني الزاوية اللي تحت مع سطح العاكس المراية بطرح من التسعين درجة نقول تاني قانون الأول زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس يبقى عشان كده لما بنرسم شعاع ساقط وندي أكتر من شعاع منعكس ويقول لي اختار من فيهم الشعاع اللي بيمثل الشعاع المنعكس الحقيقي هو اللي بيعمل زاوية انعكاس تساوي زاوية السقوط أول تاني الشعاع المنعكس الحقيقي هو الذي يعني بتكون زاوية انعكاسه ومساوية لزاوية السقوط بالنسبة للشعاع من الساقط لو حاسيت أن الزاوية أصغر يبقى مش هو ده لو حاسيت أن الزاوية أكبر من زاوية السقوط يبقى مش هو ده طب في قانون تاني بيمثل أو بيحدد الانعكاس لأن احنا بقول قانونة الانعكاس يعني اتنين فأول واحد قلنا زاوية سقوطه سوي زاوية مين الانعكاس تابت تاني بيقول ايه وهنشوفه برضو بالرأس بيقول ان الشعاع ساقط والشعاع المنعكس احنا خلاص عرفناهم الشعاع ساقط اللي جاي من مصدر الضوئي وساقط على سطح المرايا والمنعكس والمرتد من سطح المرايا في نفس الاتجاه بيقول ايه بقى القانون التاني بيقول ان الشعاع ساقط والشعاع المنعكس والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح العاكس تقع جماعها في مستوى أفقي واحد اقول تاني الشعاع الساقط والشعاع المنعكس والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح الايه العاكس تقع جماعها في مستوى أفقي واحد افقي واحد طب اي مستوى انا هوصرها لك دوقتي وهديكوا اكتر من رأس لانه في الامتحان ساعات بيديني يعني شكلين وقول لي مين فيهم يمثل الانعكاس الحقيقي فهنشوفها دلوقتي حالا فبيقول ان التلات اشعة دول او الشوعة الساقط وشوعة من عكس والعمود بيكونوا في مستوى افقي واحد هذا المستوى عمودي على سطح العاكس او عمودي على سطح الايه الانعكاس تعالوا نشوف كده يعني حاجة تطبيقية للقانون ده اللي هو بيبين ان الشوعة الساقط والشوعة المنعكس بيكونوا في مستوى واحد عمودي على سطح الانعكاس نعملها ازاي نقول قادي مرايه تمام المرايه دي هيبقى واخده الشكل ده كده تمام اهو باجينا بسقط شعاع اللي احنا بنسميه الشوعة الساقط تمام باجي من نقطة السقوط واقيم عموت اهو بنعمل زاوية الشعاع المنعكس اهو بحيث ان بتكون ايه زاوية السقوط بتسوي زاوية الانعكاس يبقى ده راجع اهو يبقى ده ساقط شعاع يعني وده منعكس وده العمود بنقول التلاتة دول يجب ان يكونوا في مستوى افك واحد تمام في مستوى افك واحد بس يكونوا عمودي على سطح الانعكاس فعلا لو انا خدت ده مستوى افك كده اهو هيبقى عمودي على سطح الانعكاس لان سطح العكس فوق هو انا افهم الجزئية دي ازاي لان انا لو جبت المراية كن واحد تاني طالب تاني ممكن يقول لي ايه طب اه دي يا مستر الشعاع الايه الساقط تمام اهو وجينا هنا على سطح عكس من وص وقمنا عاملين الشعاع المين المنعكس بحيث ان الزاوية السقوط تسوي زاوية الانعكاس يعني الزاوية دي تسوي الزاوية دي وسمينا ده شعاع ساقط وده منعكس اقول له تعالى لما نيجي نقول كده يبقى شعاع ساقط وعمود مقام وشعاع منعكس ما هماش في عمودي على في مستوى عمودي على سطح الانعكس يبقى القانون هنا لازم يطبق ان الشعاع الساقط والشرع من المنعكس والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح العكس جميعها تقع في مستوى افقي واحد هذا المستوى يكون عمودي على السطح العكس وبكده بيتحقق لي قانون الانعكاس للضوء اللي هم قانونين مهمين جدا وفي منتهى الاهمية قانون الاول لنعكاس الضوء بنقول ان زاوية السقوط تساوي زاوية لنعكاس القانون التاني قول ان الشعاع الضوء الساقط والشرعاع الضوء المنعكس والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح العكس جميعها تقع في مستوى افقي واحد هذا المستوى يكون عمودي على السطح العكس بكده احنا في الحلقة دي اتكلمنا على الضوء وادينا مقدمة عنه اتكلمنا على انواع المرايا خدنا النهاردة المرايا المستوى وخصائص الصورة المتكونة فيها وبناخد كمان قانون انعكاس الضوء او شرحناهم ان شاء الله في الحلقات القادمة هنستكمل مع بعضينا المرايا وهندرس بقى المرايا الكرية وانواع المرايا الكرية وازاي الصورة بتتكون خلال المرايا بانواحها وبعض المفاهيم المهمة جدا اللي هي بتكون في المرايا وفي العدسات واحدة ممتعة نتمنى ان شاء الله ان انتوا تكونوا متواصلين معنا دايما في حلقاتنا نحاول مع بعض نطبق نحاول مع بعض يعني نشوف كل المفاهيم دي بصورة مبسطة نحاول نرسل نحاول نتفرج لان اكتر من وسيلة متعددة ممكن انها تفيدنا في تحصيل معلوماتنا تمنياتي وتمنيات اسرة برنامج مدرسة على الهوى ليكم دايما بكل التوفيق والنجاح وشكرا